دموع هؤلاء ستسيل لكن هل ستكون دموع فرح أم حزن؟ الأمر مرهون بانتهاء أعمال الحفر والإنقاذ التي تقوم بها الفرق هنا في إزمير لدينا أقارب وأصدقاء تحت الأنقاذ ننتظر منذ الأمس أي أخبار عنهم كلنا أمل أن تنجح فرق الإنقاذ ونتلقى أخبار إيجابية عن أحبتنا وفي نفس المكان يطوف أحد عمال الإنقاذ بين المحتشدين رافعا صورا لما يبدو أنها أسرة مفقودة تحت الأنقاذ على أمل أن يكون بين المحتشدين أي ناجم منها بعد وقوع الزلزال وفور وصول المعلومات لنا عن أماكن المنازل التي انهارت هرعنا على الفور لانتشار الضحايا من تحت الأنقاذ ومساعدة الناجين المشردين بتوفير كل احتياجاتهم الأساسية وسنبقى نعمل حتى نتأكد من عدم وجود ناجين أو جثث وسنزيل كل الركام وننظف المكان هذا ما فعله الزلزال بمدينة إزمير المطلة على بحر إيجا بعد أن ضرب عمق البحر الذي يزين واجهتها فتسبب بموجة تسونامي أغرقت عددا من أحيائها بعد أن دمر ست عشرة بناية وقتل وأصاب العشرات وشرد الآلاف ومزق مشاعر ملايين الأتراك حزنا على الضحايا وذويهم الكل هنا يتنفس بصعوبة فغبار عمليات البحث عن الناجين تكاد تخنق عمال الإنقاذ بينما تخنق العبرات ذوي الضحايا والمفقودين والذين لا يعلم أحد إن كانوا يستطيعون التنفس تحت الأنقاذ أم لا مهران عيسى سكاي نيوز عربية إزمير